نروح لخبرنا الأخير بعد إذن حضراتكم وووتر بولو الووتر بولو أو لعبة كرة الماء في النادي الأهل اللعبة دي كنا عملنا لها فردنا لها حلقة كبيرة وتكريم كبير على ما أتذكر كان كمان في شهر رمضان وقت ما هم أخذوا البطولة كان الكلام ده وهم أخذين بطولة الدورة الووتر بولو مبارح بالليه نجحوا أن هم يحسموا بطولة الكأس وياخدوا الدوري والكأس ولو حضراتكم كنت تبعتونا في الحلقة وأنا بطلبهم وكنت بكلمهم وقولهم بك عليكم مسؤولية كبيرة النهاردة لازم تجمعوا من الدوري والكأس عشان ما يبنش أن الدوري كان جاي صدفة كسبوا الكأس بعد الفوز على نادي هليوبلس بنتيجة مريحة 10-7 المبارحة لعبة مبارح على حمام سباحة نادي كلاب 1 بالمعادي وطبعا كنا طلعنا الفاينال بعد ما فوزنا على نادي الشمس وبعد كده فوزنا على هليوبلس وبكده فرقتنا جامعة ما بين اللقابين المحليين الدوري والكأس خلينا نقول لأصحاب الفرح أو أصحاب الإنجاز الكبير من الجهاز الفني الجهاز الإداري الفريق كلة الماء كل من وقل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فضل نائب رئيس الجهاز ومحمود حسن مدير الجهاز فيما يقود الجهاز الفني الفريق الرجال كل من وليد عزة مدير فني وتوفيق جماد مدرب وأحمد سامح مدرب حراس مرمى وبلال مرسي مخطط أحمال وسيف ممدوح مديرا إداريا وأحمد أكرم أخصائي التأهيل البدني وأحمد الحفناء وإخصائي الأداد النفسي وخالد بن عيسى محل الأداء وسامح العشري مدير إداري القطاع التعليم ومحمد رشوان وسام عزة إداريين دول كتيبة الجهاز الفني وطبعا اللعبين حدث ولا حرك كنا فردنا لهم حلقة كبيرة لأنهم يستحقوا وبطولتين ألعاب الماء يبقى وصلنا للرقم 21 من البطولات للألعاب الجماعية في النادي سواء رجال أو سيدات وتتبقى بطولة وحيدة وإن شاء الله يكون ختموها مسك مع كرة السلة مستر أجوستي واللعبين مطالبين إن شاء الله بمصرحة أو مصلحة جماهير النادي الأهلي بالفوز بدول السوبر الأول مبارياته هتكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله هنلئلها لحضراتكم على الهواء مباشرة وهكون معاكم في الستوديو التحليلي قبل المباراة بنصف ساعة مباراة الجمعة ورد الحد الثلاث الخميس إن شاء الله السبت ما نوصلش الخمس مباريات فرقيتنا قادرة على حسم المباريات إن شاء الله مبكرة